اشتركوا في القناة وقد التقى سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة خلال زيارة برئيس مجلس إدارة نادي سار سعادة السيد عباس عبد الوهاب محمد رئيس مجلس إدارة نادي بني جمرة سعادة السيد عبد المجيد إبراهيم محمد وعدد من أعضاء الناديين وأشهد سموه بالجهود الكبيرة التي يبذلها نادي سار ونادي بني جمرة لخدمة الرياضة بالمملكة من خلال إقامة الأنشطة والفعاليات الرياضية المختلفة والمشاركة الفاعلة في المسابقات المحلية مؤكدا سموه على أهمية المواصلة في تحفيز الشباب لممارسة الرياضة بما يعزز دور الأندية في تنمية وتطوير القطاع الرياضي وقد استمع سموه إلى شرح موجز من رئيسي الناديين حول خطط وبرامج الناديين للمرحلة المقبلة منوها سموه بما تحمله الرؤية المستقبلية من نهضة تنموية شاملة تسهم في تقدم الرياضة وتدفعها نحو إحراز المزيد من النجاحات التي تضاف لسلسلة نجاحات التي حققتها وتعزز من موقع مملكة البحرين على خارطة الرياضة القارية والدولية من جهتهم قدم رئيسي الناديين الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على تفضل سموه بزيارة الناديين مؤكدين أن هذه الزيارة تحكس حرصة واهتمام سموه لتعزيز التواصل الميداني وتفقد احتياجات الأندية الوطنية من أجل تطويرها ودفعها نحو الاستمرار في بذل الجهود التي تعزز من دورها ومشاركتها الحقيقية في بناء وتقدم الرياضة معاهدين سموه على المضي قدما نحو المواصلة في العمل لتحقيق كل ما من شأنه رفعة وازدهار الرياضة موسيقى 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 وخاصة أننا في نادي سار أطلعنا على جميع الأنشطة واحتياجة النادي ولقينا منه كل ترحيب وساعة صدر وهذا أكيد يدلل على أن اهتمام سموهر وهذا مغريب عليه إن شاء الله سيكون لنا إنجازات أخرى من خلال شبابنا اللي دائما طموح في تمثيل مملكة البحرين في الخارج وإنجازات الداخلية ومثل هذه الزيارات خاصة حسب ما عرفنا أن برنامج سموهر سيطلع على كل احتياجة جميع الأندية إلى أنه يدلل كل العقبات وكل المعوقات التي تحد من سيرة الأندية وتحقيق إنجازات مملكة البحرين زيارة سمو الشيخ خالد للنادي هي تشريف كبير إلى النادي وإلى القرية في العموم طبعا إحنا نأمل منها خير إن شاء الله في النادي في عنده مشاريع النادي في عنده خطط مستقبلية فإن شاء الله هذه الزيارة الميمونة تكون فاتحة خير وأبواب إلى فتح كل ما يأمله النادي من تطوير ومن خطط مستقبلية إلى مستقبل هذا النادي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر